ها واحد السلام عليكم اجري واسبق كيف يقولوا الحاضر يعلم الغايب اخوة الاخوات طبخة كملت والخبز تعجن ومشى للفران اخوة الاخوات ام العاقة خرجت اليوم باش تعلن لنا على الخبار باش تبتلينا فعلا بان هناك فعلا كان واحد الخطة جهنمية اللي يضحكوا بها للمتتبعين هناك ما كيدا ضد لبنا اليوم كتطبق على العلان اجري واجري واجري و اخوة الاخوات سعاد اليوم كتخرجوا كتقول بانها مسامحة الابنة ديالها وانها ما غدرش الابنة ديالها وخص الابنة ديالها تتسامح معاها باش يكونوا مع بعضياتهم ضد لبنا وانها فعلا خص بنتها تسامحها ماشي غير بالكلام يكون هناك تنازلت هذا هو واللي يبغوا يخرجوا به للعالان يا المتتبعين احنا رعرفناهم صالحين ولكن كانوا كيتسنوا غير الوقت المناسب باش يديروا نقعنا الخبر وبدأت هجزالي هالهم اللي احملوا المشاكل اللي كتعاني ارى لي اليوم النموسى خرجات للعالان قدام الجامع كتقول لك رح جبت لي هورق الخلق وراه ما نبغيهم شي ياكلوا لها حقها مني شافت بان يسرى ما صورت والوق دابة بغوا يديروا اتحاد القوة ها اتحاد القوة بغوا يدور لوبنا دابة مدوا منها لحق الباطل وغيك تعدبوا راسكم وخقاء التامحي مع ابنتك هذك شي يخصكم بتنازليليها وتنازليليك هذك شي احنا ما كان ايدوش العقوق ولكن غير ما تبقاش تستحملوا المتتبعين المتتبعين كيف جادكم الطبخة كانت كتتطبخة على مهل راه سبق لنا وقلنا بان شخص شافهم فعلا من مصدر موثوق هي والام ديالها والام ديالها اليوم كتقول بانه خاص البنت ديالها جي عندها باش يتناقشوف بزفد الحويج ويتصافه هنا كي يبينو لنا بان بغوا يشكلوا واحد الفارق اللي ضد لوبنا كيف ما كتقول لنا موسى كات لكاسيدي هيا غا تسامح بنتها ولكن ما غا تسامح شلوبنا هادا كي يبين على ان اللعبة هاد بديت هاد بديت خنطرح هادا باش يتاخدو هاد شي كامل ببد لوبنا ويبداو الصراع الكبير بداتك تشرح بان هادوك الناس رام ما غاديش يعطو البنت هارزقها وبغا تاسيدي اليوم تحضنها وتحطها تحت جناحها باش توريها كيفاش تاخد رزقها ايه ورا بنتها ما خصش تبقى غش شفاوي قتلونا في عنا نبش شفاوي يلا على الآخوت اطرح سخن وشدوا بدقها واراك الفرها وكانت ضند بانا resurrection هتخلي اليوم الساحة يبقى ويلعبوا بها يلعبوا فيها بوتش برتلح غير بوحدهم هذا هو المصيبة إخوة الأخوات فعلا كيف ما شفنا هاد الناس هادوا فعلا ما عرفتش فين متمادين بهاد استحمار دي المتتبعين ما كانوش عارفين أن الناس كانوا عارفينهم فعلا أنهم متصالحين لكن اليوم كيخرجوا للعلان كيمهدوا للناس بأن احنا دابا غادي نتصالحوا الله يسهل عليكم تيوب انت كلا بغيتي تصالحين تيوي اياها ولكن ما تحاولوش تفكروا بأنكم غادي تكونوا تحاربوا واحد الإنسانة للوقت الحالي كل شي كيحارب فيها دابا النموسة كتحاول ترجع بنتها عندها باش تتخدمها ضد لوبنا أنه الوقت الحالي هي مركز نقطة اللي كل شي كيحاول يلعب بها وكان ضن بأنها غادي تكون استجابة من طرف البنت لأن البنت الوقت الحالي في واحد دوامة ما يعلم بها غير الله سبحانه وتعالى كيف رأيكم المتتبعين؟ كيف جاتكم الطبخة؟ والخبز مش هالفران وجدوا راسكم؟ أرا كل الفراجة نحن نرى الجزء الثاني من الفيلم الجزء الثاني الشيق مصالحة الإبن العاقة مع الأم ديالها والتشكيل فريق اتحاد القوة ضد لوبنا وغتبدأ مانجوش لكم عطينين عطيك شا عطينين شا عطيك ولكن كان ضن بأن لوبنا المصار اللي غتتأخذ غتعطهم بالظهر وغتخليهم واحدين غير في بعضياتهم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العالي العظيم إخوان نبغي نشوف أكبر عدد دياللايكات ولجأت على خاطركم شنو رأيكم في هذه الخرجة هذه ديالأم العاقة نبغي نشوف التعاليق ديالكم في الخانة وكيف جاتكم بالطبخة للطبخات على مهلها وشكرا لكم بزيف بزيف